السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتلال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله مكملين خاطرة الفجر وبشكر حضراتكم على التشجيع اللي جاي لي منكم على برنامج القناع والنهاردة كان اول قناع قناع المتحفز العصبي المهاجم اللي خايف يبقى مستباح لما يبقى طيب مع الناس فاللبس وش المهاجم اللي ما حدش يدسله على طرف عشان هو دايما اللي ياخد حقه لانه خايف خايف من طيبة قلبه لحسن يتاكل تكلمنا النهاردة ازاي انك انت تنتزع القناع ده اللي تعبك نفسيا وتاعب اللي حواليك وتعيش بشخصيتك الصادقة الحليم شخص عنده قوة ووضوح وحزم لكنه في نفس الوقت ممتلئ بالرحمة تعالوا نكمل مع بعض خاطرة الفجر الحكم العطائية للسيد الكريم تاج الدين احمد ابن عطاء الله السكندرية بندرس الحكم ليه لان الحكم تعلمنا مع مشايخنا شرحها وسمعناها من مشايخنا وفرقت معايا جدا وليه تجربة معاها نقلتني من ظلمات كتيرة جدا في فهمي الصفات ربنا الى انوار كتيرة جدا في تعاملي وفهمي للصفات ربنا سبحانه وتعالى فحابب ان انا انقل لحضرتكم التجربة دي وكل واحد سمع من العلماء شرح الحكم العطائية فرقت معا جدا في علاقته بربنا ومن عرف ربه وعرف نفسه ومن عرف نفسه وعرف ربه حكمة النهاردة هي الحكمة التانية بتقول ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في الاسباب من الشهوة الخفية وارادتك الاسباب مع اقامة الله اياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية انا بقرارلكم من متن متن يعني نص من غير شرح شرح بشرحه لكم من اللي سمعتم من مشايخنا وتعلمنا ويحضرنا مع المشايخ لكن في كتب شرح هقولكو عليها بعد شوي حكمة النهاردة هنتفق ان انتوا هتسمحوا لي هتبقى الحكم الفضها صعبة وانا ان شاء الله باذن الله زي ما تعلمت من مشايخنا هسهلها لحضرتكم التجريد يعني الذكر القرآن الصلاة الدعاء انا متجرد يعني سايب تجردت من ملابسي يعني على عتل فانا تجردت ايه من اي حاجة فيها دنيا تجردت من اي حاجة سوى الله انا بذكر الله بصلي بقرق قرآن بديعي ربنا ده اسمه التجريد اما الاسباب فهي كل حاجة بعملها عشان احقق من وراها شيء فالشغل انا بعمله علشان احقق من وراه هي اللومة العيش بربي ولادي عشان احقق من وراه يطلعوا اسوياء بطلب منك انك تساعدني في حاجة عشان احقق من وراها منفعة ومصلحة فالتجريد عبادات نسوكية مناسك فيها اذكار واوراد وتفرغ لله والاسباب ان انا بعمل حاجات عشان احقق حاجات دي معاني الكلمات نرجع للحكمة ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في الاسباب من الشهوة الخفية وارادتك الاسباب مع اقامة الله اياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية طيب ربنا اقامني في الاسباب يعني ايه يعني الساعة تسعة الصبح لازم ببقى على مكتبي تبقى على مكتبك ليه لان ربنا قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها احنا مش زي الجنة ببصل الطائر يسقط بين يدي مشويا كما في حديث سدن النبي بصل التفاحة تقوم نزلة ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلة انظروا الى ما اعجبكم فهو لكم تبص على البيت تحطي ايدك في جبك لقي مفتاحه جنة اما الدنيا عشان تعمل اي حاجة لازم تاخد بالاسباب فالساعة تسعة الصبح ده ده وقت فجر لا وقت ظهر لا وقت شغل الساعة 11 الظهر ده وقت شغل ولا وقت مذاكرة حسب لو انا في الجامعة ولا في المدرسة ده وقت مدرسة او جامعة او لو انا ما عنديش بس بذاكر مثلا في البيت او وقت صلاة فانا عندي امتحان بكرة فانا ربنا اقمني يعني فرض علي ذلك من ضمن مثلا ان الاسباب تربية العيال السيد تخلفت ومحتاج انها تردع وتربي وتعمل لهم الواجبات لا انا هسيبهم ايوة ما هو دلوقتي هو ده وقت تجريد ده وقت ادام بيقدن لا ده وقت الولاد لسه رجعين من المدرسة محتاجين ان يعمل لهم الغدى عشان يخشوا ذكروا عشان بكرة عندهم مدرسة تاني يوم فالامة هتبقى بتجي وراءهم بتحلق عليهم في الشقة عودوا يا ولاد مين عايز يشرب ايه مين عايز سندودش لانشون سندودش حلاوة ده ايه ده ده اسمه باخد بالاسباب عشان اربي العيال بسافر بلد تانية ليه بطلب رزقي من ربنا بسعى في الارض اقمني في الاسباب لو انا قلت لا انا مش قادم مش هسعم كده من عايز اعود اذكر ربنا لان الذكر هو اللي فيه الثواب صح الذكر اللي فيه الثواب سوى اقامك في ايه دلوقتي ده وقت ذكر ده وقت ولا وقت اسباب فبيقولك ارادتك التجريد مش عايز نروح الشغل مش عايز رب العيال عايز ان انزل اصلي دلوقتي ده وقت فرض الجواب لا يبقى هو اقامك في الاسباب وليس في التجريد ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في الاسباب من الشهوة الخفية اقولك لشهوة لان المعاملة مع الله مريحة والمعاملة مع البشر تحدي ومتعبة فانا بصراحة عبت منكم ومن الشغل معاكم ومن التارجة ومن التحديات ومن البنى ومن الخسائر ومن المكاسب مش قادر سيبوني اروح لربنا اه شهوة شهوة لي لانك لما تروح لربنا هتمدي ايدك هتمدي ايدك وتشحت وتخلي غيرك يتحكم فيك وتخلي اللي بيعديك يتحكم فيك لانك انت ضعيف فانت ربنا ما اقمكش في التجد مش وقت صده الساعة مجدش 12 لسه ولا 3 العصر ولا 6 المغرب ولا 7 ونص العشاء وبعدين انت عندك وقت لما تروح بالليل تقرأ وردك القرآن تعال على المكتبك بتقرأ القرآن ليه شهوة لاني لما بقى القرآن بحس بالثواب والحسنات مع كل حرف لما بعض اصلي بحس بالسكينة والاقبال على الله التاني مطحنة الشغل والمستهدف والمدير والاجتماع والتارجة والحساب شهوة اننا اسبكم وروح لربنا شهوة شهوة لان ربنا ما طلبش كده واحنا نسير الى الله في طريق الله كما يحب ليس كما نحب ربنا في القرآن بيقول فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغل اني بما تعملون بصير فبيقولك ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في الاسباب من الشهوة الخفية عايز اسيب الناس المتعبة وروح لربنا اني معاملته مريحة طب والعكس بقى طب وارادتك الاسباب مع اقامة الله اياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية يعني ايه يعني انا الوقت عندي شغل اه عندي شغل تمام من الهمة العالية الجمع ما بين الاتنين سيب شغلي ومذاكرتي والحق اقوم اصلي الظهر دي صلاة الظهر مش هتاخد خمس دقايب ايه بس انا ما عنديش وقت يا دوبك هنلحق نغلص الاجتماع نطلع منه استمع هذا انحطاط عن الهمة العالية في شو وقت خلاص صار قرآن لا في وقت اللي عايز يعمل حاجة بيحطاه في أولوياته ولما بتحطاه في أولوياتك عقلك بيدي أمر الجسم يعلي همته لها خد بالك انت تعرف تقرأ أربع صفحات قرآن في اليوم تعرف تقرأ خمسة وتعرف تقرأ ستة ولما التيك تاك اللي بتقعد تسكرول عليه بالساعتين ثلاثة طلع أمواخد الجيل كله ولما السوشال ميديا الفيسبوك ولما اليوتيوب ولما ولما فيديو كليب ينزل لأغنية انت بتحبها المغني انت بتحبه بتعرف تاخد خمس دقايق تفرج على الأغنية وتعمل مشاهدات تراهيبة اللي هايس حاجة بيعملها لما بيدي بإذن الله وبتوفيق ربنا الأمر من العقل للهمة تعلى فبيقول له وإرادتك الأسباب لأ أنا عندي شغل دلوقتي استنى تعرف تشتغل بكفاءة مية في المية وتقرأ وردك لو أربع صفحات وفي ناس بتشتغل وتقرأ جزء في اليوم غيمة أسر في الشو لأنه مرتب أولوياته وبييجي على المباحات بياخد التلت ساعة بتاعت الجزء دي من نومه فبدل ما ينام 8 ساعات بينام 7 ساعات ونص عشان هو الزبط نص ساعة بتاعت القرية قبل ما ينام أو أول ما يصحى الصبح ما بقولوش نام 4 ساعات المشايخ علمتنا ما نعملش جدا لأ نام 6 ساعات أو 8 ساعات ما بقولكش أقلل نومك أنا بقولك نام بس تقدر أنك انت تشتغل مية في المية بجدية وتقرأ وردك مية في المية صفحتين أو 4 أو جزء كمان لو حطته في أولوياتك وتقدر تصلي صرواتك كلها من غير ما تفوتها لأن الله فرض الفرائض علينا على وسع أضعفنا في صروات الخمسة اللي ساعات بنفوتها عشان العيال وعشان الشغل وعشان الفسح ربنا فرضها على أقل نهم فبيقولك ابن عطاء الله ما تسبش شغلك وتربية عيالك علشان التجريد الأذكار والقرآن لما يكون ده وقت الشغل وقت تربية العيال شهوة خفية إن أنا سيب زيارة العيلة عشان عايزة أداء قرآن تبقى أمك اللي عايزك تاخد بأسباب رضاها إرادتك بتجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب شهوة خفية وإرادتك الأسباب ما عنديش وقت يا جماعة للذكر للورد مية لا إله لله تلت دقائق والله العظيم كل الدنيا عندها وقت إنما لو هو حطاه في الأولويات وعلى همته وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد ده وقت صوت المغرب ده وقت صوت العيشة أنت تقدر من قام رمضان إيمانا واحتسابا تقدر تقوم رمضان بسنة العيشة بل تقدر تقوم رمضان زي ما العلم قالوا بركعة الوتر حتى كل يوم وتتحسب لك قيام وإحياء للليل زي ما العلم قفته وراجع ورايا المعلومات تقدر كل يوم تصلي ركعة وتر في ديئتين وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية فأحب العبادات إلى الله ما أقامك الله فيه تزعليش لو مش عارفة تنزلي تصلي التراويح عشان ابنك عنده سنة ونص مش عارفة تروحي بالجامع ده أنت كده في حتة عالية قوي عند ربنا تزعلش لو مش عارف تختم القرآن ثلاثة أربع مرات لأنك أنت بتشتغل وشغلك ده زي قراءة القرآن الشغل عبادة في وقته والقرآن عبادة في وقته وكلاهما سير إلى الله سبحانه وتعالى بس سر إلى الله كما يحب لا كما تحب فبص في الوقت الوقت دلوقتي تجريد ولا أسباب تجريد عبادات أذكار قرآن دعاء أسباب شغل ومذاكرة وتربية عيال وإرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية ثاني إرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد من الشهوة الخفية وإرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية يلا بسم الله نجاوب الأسئلة أعمل إيه يوسف بيقولي لو عايز أغير من أخلاق أصحابي يخليهم يبطلوا اشتيمة برفقه ولين تعمل ثلاث حاجات يا يوسف في رقم واحد تبطل تشتم ما بشتمش الحمد لله تمام ما تسمحش لحد يشتمك ما تبقاش أمك وأبوك اللي طالع عينيهم عشان يا ربك أحسن تربية يجي بواحد صاحبك يشتمهم شتيمة أبيحة جنسية ونتحك مع بعض تصورش أمي تشتم الشتي ولا أبوي الناس اللي بتكافح دي عشان اللي أم تلعيش عشان يا ربنا أحسن تربية لا 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 ليش صاحبي أبدا أبدا يقولي الشتيمة دي أبدا لا لا دي إهالة لي وليهم والتاريخ عائلتي والوقفتي قدام ربنا لما روح له هقولي إيه لما تعرض أعمالي وأبويا أمي شايفيني وأمام الخلق وقولي أعماله فسيرى الله وعملكم ورسوله والمؤمنون اللي منهم أبوك وأمك فبطل تشتم ما تسمعش لحد يشتمك ودعي لهم لأن صحابك محتاجين دعائك وانت محتاج دعاء ولما ناس تشوفك لا بتشتم ولا تشتم ومبسوط ومقابول وقريب لأن الشتيمة نوع من جذب الانتباه والتقرب إحنا لما حبايب قوي أنا بسمح لك تشتمني بأمني وانت بتسمح لك أشتمني بأمك بس الغريب ما يعملش معايا كده لما شوفوك مش عايش العيشة القبيحة دي هيصدقوا أن ينفع تعيش من غرشتين الله هل القبول من عند الله أمنية تسأل القبول يعني أنك تشوف واحد كده في وش القبول القبول نعيم نوع من عند ربنا ونوع مكتسب وإذا اكتسبته يعني إيه مكتسب الأول يعني إيه من عند ربنا يعني واهبي من غير ما تعمل حاجة ربنا خلق خلق فيك القبول وبتبقى نعمة كبيرة أوعد ضياحة منك اللي يشوفك يحبك طريقتك في الكلام من غير ما تتكلم وشك في القبول ولما تتكلم يبقى القبول مضاعف كمان وفي مكتسب يعني واحد يبدأ يتعلم إزاي يتعامل مع الناس ويسلم بزوء وأدب ويبتسم بزوء وأدب ويبقى مضبط في معاده ويبقى بيوفي بوحده ويبقى بيشتغل وبينجح والناس بتحترمه لأنه معتمد على نفسه صنع لنفسه القبول ويجي توفيق ربنا بيزموك مكتسب ده الأولاني واهبي والتاني كسبي يعني عملت حاجات جبت بيها القبول وكله من عند ربنا سبحانه وتعالى أنا أعرف ناس الكاميرا مش بتحبه يعني طلع التلفزيون الكاميرا مش جذب على الكاميرا فضل يتعلم ويفهم والإعلام وإزاي يتعامل وإزاي يعود وإزاي يلبس وإزاي يتكلم لغاية ما الكاميرا حبته يبقى المإعلامين يقولون كده الكاميرا بتحبه لغاية ما الكاميرا حبته فأده كسبي يعني ده الأولاني واهبي ربنا واهبه والتاني اكتسبه الله إزاي نتعامل مع الإنسان لما يبيك دب او يسيق لنا ويتعدى على حقوقنا لما تكون اخلاقه مش كويسة بس هو قريب مننا برضو تلات حاجات اللي قريب منك وبيسيق ليك ما تقدرش تتخلص من العلاقة معه او تبعد عنه او تحطه في حتة مش منه القريبين اول حاجة توجهه بمشاعرك يعني انت لما بتقولي كلمة دي او بتتاريق على شكلي بالطريقة دي او بتهزر علي تحفل علي احنا قاعدين مع العيلة ولا مع الشباب ده بيجرحني بيحسسني ان انا دنيئ بيحسسني ده مش بتحبني انت مش بتحبني اتكلم زي ما اتكلم كده انت زعلان مني في حاجة في حاجة مش هيلك مني ليه بتحسسني ان انا واطي ليه بتحسسني ان انا منظري مش مقبول واجه بمشاعرك لانه ممكن اللي قدامك يبقى وعي ومنخفض جدا فتلاقيه بيرمي سكاكين ومشو يخدرهم فواجه بحسيسك اللي بيسببها لك بطريقة واول حاجة تانية حاجة الاعراض الاعراض مش يعني تتباد اعراض يعني تفوت مع الدعاء لانه ممكن قدامك كون في عيوب مترسخة اوي طلع منه سلوكات مزعجة اوي لو فضلت وقفت كل مرة هتتصطدموا كتير اوي اعرض شوية واذا سمعوا اللغوة اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لنا بتغي الجاهلين والتانية واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة الجاهل هنا مش يعني ضد العلم الجاهل يعني اللي سوء الادب والاعتداء قالوا سلامة يعني ايه ومع الدعاء الله بيقول ايه بقى يا سيدي ازاي اتعامل مع شخص بحس انه بيغير مني شوية او شايفني احسن منه وده بيبقى باين في كلامه وتصرفاته معلش ده اللي بيغير منك وانت متأكد من كده وباين في انفاسه السخنة لما يشوفك مبسوط او لما تقوله خبر حلو ما هتحسش كانوا فرحان من قلبه اه تزعلش منه لان الراجل الطيب ده او الست الطيبة ده دي اه فاقد الثقة في نفسه لان نجاحك بيفكره بفشله نجاحك بيفكره بفشله بيوجعه ممكن يكون بيحاول يعمل زيكم مش قادر مش متوفر لللي متوفر لك ممكن يكون فيه عيوب في همته ممكن حاجات كتيرة قوي نزعلش منه دهيله دهيله ويعرض عليهم مساعدة له وبادر بمساعدته ويكسب قلبه زي ما سيدنا النبي كده كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا فكاد الناس تقول جئتكم من عند خير الناس إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا يقول فروحت لما سيدنا محمد كان مشرك بقى رحت لمحمد فدخلت عليه كان من أبغض الناس إلي وكنت أتمنى أني استمكنت منه فقتلته فما خرجت من عنده إلا وهو أحب الناس إلي بسبب معاملة النبي ربنا يحينك على كد عفاف بتقول لي هو فيه هل فيه رمضان في الجنة أو في القبر رمضان فيه مشاعر وفيه تكليف مشاعر الصيام وسكينة الصيام وهدوء الصيام وروحانيات الصيام ناخدها من غير فرض الصيام علينا في الجنة لأن الجنة دار تشريف وليس دار تكليف تكليف يعني ربنا أكلفنا كتب عليكم الصيام فيش كده في الجنة فمش هيبقى فيه صيام في الجنة على قد ما أنا أعرف يعني فيش عبادة يعني عذرا العبادة الوحيدة اللي في الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس من اعجابهم بكل خلقة ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ينهر بيض من كتر الانبهار لان سبحان الله بتقلل تعجب لكن صلاة او صيام عمر ما قريت حاجة ولا تعلمنا مع المشايخ لكن مشاعر بقى العبادات دي هتبقى موجودة فجنة ان شاء الله انا هولد في رمضان وعايز استفيد بقدر الامكان من هذا الشهر المبارك ايمان بتسألني اعمل ايه الاعبادات المتاحة لية لما اولد واعمل ايه في ليلة القدر اول حاجة يمكن تكون انت يا ربنا بيقيمك في الاسباب دلوقتي تخليفي اولا يا رب تخليفي على خير بتمام السطر واللطف والعافية يا ايمان وربنا يجبر بخطرك في ابنك او بنتك اللي هيجو ويربيه تربية صالحة ما يربي الا ربي زي ما المصريين بيقول متربي من عند ربي ان شاء الله تقومي بالسلام سيبي نفسك لربنا لآلامك وأوجاعك ورحتك وفرحتك وسبحتك في ايدك لا تفارقك هيبقى عندك اعزكم الله دماء النفاس اللي هتخليكي ما تصليش ومتعني ما تصميش كمان لانها زي الدماء الحيد فمش هتعملي اي حاجة هتذكوري ربنا على سبحتك وتتفرجي على البرامج اللي فيها معلومات دينية وان شاء الله ربنا يعينك وتبقى تعوض الصيامة بعدين الله ريم بتقول لي ماذا علي أن أفعل السؤال دي خطف قلبي انقطعت عني لحظات الأنس بربي على الرغم ان قلبي دايما مضطمن وملئ بالسكينة والطمأنينة كان سيدنا الشيخ يقول لها لنا كده ادانا مرة الورقة نشيد اسمه كن مع الله كن مع الله ترى الله معك كان بينشيده كده حلو قوي فبيقول ايه بقى دا ردي على سؤالك مش حسب لحظات الأنس مع اني انا قلبي متطمن وملئ بالسكينة كان يقول ايه فز بواصل إن تراه واصلان وقبال القاطع إذا ما قاطعك وقبال القاطع إذا ما قاطعك نوأ فسدنا الشيخ يا مولانا يعني ربنا يطعن قال لي لا فز بواصل إن تراه واصلان صليت حسيت بخشوع وأنس حلو صليت حسيت بلأ مش حسس بحاجة اقبل دي ترقية لأن خشوعك وسكينتك والمشاعر دي دا الأكل اللي انت بتاكله أكل روحك لما تروح لربنا طيب روحت وما أكلكش هتروح له تاني آه هروح تاني حتى لو مش حسس بحاجة دا أنت بتترقى في مراتب المخلصين المخلصين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولما قالوا لأغوينهم أجمعين قال إلا عباد هو شطنق إلا عبادك منهم المخلصين دا أنت حضرتك يا مريم يارين بتقولي مش حس بالأنس لعلك بترتقي إذا ربنا مدكش طعم من العبادة بتعملها آه بعملها هلاص انت انشغل بتصلي الحمد لله بصلي وكل مال اليتيم لا وكل مال للناس لا بتضرب أبوك وأمك لا بتتدلع في أداء الدين اللي عليك لا والله أنا بحاول بقى رايب لربنا بس مش حسس بحاجة فوز بوصل انتراه واصلا وقبل القطع مش معلنه قطعك عنه ده قطع الشعور وواصل قلبك وقبل القطع إذا ما قطعك فوقفنا سند الشيخ وسألناه قالينا دي ترقية أصلا ترقية فخليك مع الله يارين مش خليك مع السكينة والطمأنينة اللي انت بترتقي طولنا خالص خالص النهاردة خليني أكمل بكرة بقيت الأسئلة الحلوة دي وقولك شكرا وحد بيسألني اسم الكتاب اللي بتقرأ منه ايه ده كتاب اسمه الحكم العطائية لسيدنا تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري صغير هو بس ده المتني النص لو عايز تقرأه بالشرح يعني اقترح عليك تسمع الشرح بتاعه مش تقرأه اللي كلامه صعب وممكن يبقى الشرح صعب عموما الشيخ الشرنوبي شرحه سيدنا الإمام البوطي رحمة الله عليه شرحه الإمام زروق شرحه فيه كتاب على مستوى الكتب الدكتور علي جمعة شرحه مسموع تقدر تسمعه دكتور يوسري جابري شرحه شيخ محمد عوض النقوش شرحه كل الكلام ده ممكن تسمعه أو تشاهده بس وبكرا نكمل الأسئلة وشكرا على وقتكم دايما كده متونسين شوفوا بقى القناع الساعة خمسة ونص وثلاثة وربع وأحاول أبدأ أقلل شوية وقت للايف شان تلحقوا الساعة ثلاثة وربع تتفرجوا على إعادة القناع سلام عليكم ورحمة الله الله الله